وفي سياق آخر ثمن الأردن موقف الأمم المتحدة والدول الأعضاء في جمعيتها العامة الذين صوتوا لصالح قراره المقدم حول ضرورة حماية المدنيين في غزة ووقف الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس والأراضي المحتلة وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح القرار الذي حشد الأردن له والذي أكد على الدوامي أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ودائما للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بالوسائل السلمية وعلى أساس حل الدولتين